فشايفي فيه ترابط بين هادا الكرت وهادا الكرت يعني هما اجوا فوق بعض. فشايفي انهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك اياها او انه هما رح ياخدوا اذا مش قريدي صار يعني او انه رح ياخدوا جزائهم. ففيه كارمة كبيرة من هاي الناحية. اذا انظلمت انت رح تاخد حقك في هاي الفترة. اذا مش قريدي اخدته. لان واضح جدا بالكروت. اه هادا الكرت اه بشوفه اكتر لاحياء جوانب حتى لو مش مش مشروع اه جوانب في شخصيتك انت كنت مهملها وكنت اه عم تطلع على الامور بسطحية. شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي اه الامور اللي ماتت اه جواتك اه متل الفراح السعادة. اه لك فترة ما انبسطت. فعم بشوفك بتحاول انه تتغير بتحاول انك تغير داخلك كمان مش بس اه الخارج. اه ولكن كمان من الخارج انت عم تهتم كتير بهاي الفترة. يمكن عم اه للنساء عم يفكروا بعملية تجميل اه او انه يعني نقصوا وزنهم. يعني ايشي له علاقة بالهيئة بالشكل او انه يشتروا كتير هاي الفترة اواعي ملابس. اه فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الامور. يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج. عم بشوف فيه توازن في الموضوع. الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسع على بر عم بتوضح الامور قدامك عم ينتهي هذا الصراع. اه فيه البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا اه من الناس اللي قلنا يمكن عليهم انه يأسروا عليه في لانهم هما بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كزا. اه فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز. اه ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه. عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة. يمكن خايف برج السرطان من انه يترك وظيفته او انه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول. اه ولكن لا انا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس في تطور بال بالمستقبل. اه شايفة كمان انه في وفرة مالية في نهاية هاي الفترة. اه او انك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على او بتستنى فيه ارث معين. المهم فيه قضية يعني اه فيها مال. ازا كانت في المحكمة فهي لصالحك. او بشوفها اكتر انها مش محكمة بشوفها اكتر اه عن طريق التراضي يعني. انه ما بتوصل للمحاكم. وازا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لايلك. ولكن شايفي فيه شوية صبر. عم بتحاول تكون صبور. فكون صبور هاي الفترة. برج السرطان. من بعد ما كنت منعزل. من بعد ما كنت اه تحاول تكون لحالك اه في اغلب الامور. وكأنك فقدت الثقة في كل اللي حواليك. بالفترة الماضية. اه حسيتك لا. يعني عم بتكون اه اكتر اجتماعية بالفترة الجاي. اكتر اه اكتر انفتاح على العالم. يمكن عم اه حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت. اه بهدف العمل او ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف. بس عم بتتواصل ب بطريقة كبيرة اه من للخارج. او حتى سفر. رح تسافر اه ممكن للبعض منكم اللي بيستنى سفر رح تسافر هذا الشهر. رح يكون سفر ولكن سفر اه غير المتوقع يعني رح ته يعني بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف اه بتكون بدك اياه اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر. بس نبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه. اه مكان رائع احسن من المكان اللي انت فيه حاليا. هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية. عم بيحاول يتقرب منك. البعض منكم في العمل. اه هذا الشخص يعني اله فترة عينوا عليكم. اله فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم. عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب. فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع. وشايفيته انه بيمشي للجدية يعني في فيه استمرارية بالموضوع. اه شايفيتك انك اه طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كزا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع. موضوع الاجهاض او هاي المواضيع. خلي الامور طبيعية. اه شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد اه يعني سن معين او تأخروا بالزواج. انا ما بسمي تأخير بالزواج. ولكن في ناس بيفكروا انه اه هما تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هادا النوع. بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب. رح يلتقوا بشخص اه على علاقة جدية. في يعني ما نضيع اه فرص. حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا. يعني نفكر بعائلنا اكتر خلينا نقول. خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام. برج السرطان شو في عنده. برج السرطان فيه كار ما رح تتحقق. فيه استشفاء. عم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بيحاول ينساك. لكن فيه سعادة يعني اه بنهاية العلاقة. النهاية رح تكون اه سعيدة جدا. العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي. عم بيكون فيها توازن اكتر. عم اه تكون على اسو الصحيحة. اه عم يؤدي للارتباط. انا شايفي هاي علاقة جدية. مش اه علاقة يعني. قبل شوي بيّنوا العزاب عندنا. وهلأ ووكي. عم بيبين. وبيّنوا برضو متأخرين شوي في الزواج. وهلأ عم بيبين عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترقين. فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي في بترم. إذن خلينا نشوف. زي ما قلت لك في اه في اه يعني في استشفاء او اه عم تحاول انك اه تنسى اه ايش شريك. لكن بالنتيجة اه طبعا القراءة حبايدة ممكن تكون عكسية. لانه قراءة عامة وعاطفية. اه شايفيتك. يعني شوف هون طلع عندك تسعة وتسعة. يعني قربت كتير من نهاية الموضوع. قربت كتير من النهاية السعيدة. اه شايفة هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودي على الارتباط لانه في عنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائم. هو كأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا. اه لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم. انا كنت اه استعمل كروت معينة عشان انتو تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة او بس. اه بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت اه شكل ما في مشكلة. ايسان هادا الكرت انا بشوفه في دعائم اربعة. اي شيء بتحطه على اربع دعائم بتكون اه يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفه مش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتو ناس مفترقين اكتر. اه شايفي في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم اه بيكون اه يعني امور امور انت مفكرها كانت اه شر او كزا اه امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك. اه اه لكن اه لا في تطمينات بعدين في اه يعني رح تنتهي هاي الامور كل اياتها رح تختفي. رح يصير في فرصة للقاء بيناتكم رح تلتقوا. او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون ما بعرف. المهم اه في كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم يعني شايفي هدول الكارتين اكتر على المال. في ناس اه يمكن اه راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوضه. وكمان بالحياة العاطفية يعني اه عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة ازا كان مظلوم ازا كان يعني مش منه الغلط. فعم بيرجعله حقه كامل. عم بشوف اه فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايف اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. وهاي القراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وانك اه تنسى الطرف التاني بالعكس عم بتزداد اه حب لالو عم بتزداد اه تزداد نار الحب. اه كل ما بعضتو بالعكس عم بتحبو بعض اكتر. اه شايفي هون كمان. في عندك نهاية لموضوع. بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية اه مشاكل نهاية لطرف تالت نهاية لعوائق. اه انتقال موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعم بشوف من من السلبية رح تروح للاجابية العلاقة. كمان بالعلاقة التالتة اه رح يكون في اللي هو الطرف التالت هو الخسران بالموضوع. رح يكون في انتصار على الطرف التالت. الطرف التالت اه رح ما بعرف بسميها فضيحة او اه شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف التالت ازا كان في طرف تالت. اه رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف التالت اه هو اللي كان عم اه يعني بحاول يغميله على عيونه. اه شوف طلعلك تسعة وتسعة يعني قلتلك قبل شوي انه يعني القرب من نهاية الموضوع الاولى السايكل في الحياة يعني دورة حياة قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او اوليدي عاشها اللي هي اختلاف اه كبير في اله ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور. اه عم بتكون اه مخاوفك كل ياتا عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف اه رح يعني اه تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك. اه رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كلياتها. هاي الفترة شايفتك شوي اه مع المادة عم بتحافظ اه كتير على الفلوس اللي معك واكنه اه يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة اه يعني صح عم بتبعزق على امور اه يعني لبس وكذا وهات بس اه بالامور اه المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم اه بت بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير اه ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس. فشايف الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن اه بتدرج بشوية صبر. اه خلينا نشوف الاوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم. هاي الفترة. عم بحس يعني اغلب الابراج عندهم صعوبات هاي الفترة ما ما بعرف ليش. ولكن رايحة للافضل يعني هي فترة بنصبر شوي عليها وبعدين كل الامور تستقر. شو بتقولك النصيحة? شايفيتك عم زي ما قلنا في الكروت بيقولك اه كيف قوين فورورد يعني الطريق اللي انت ماشي فيه كمل فيه بطريق مستقيم. اه مع انه في ناس راح تكون اه ضدك في امور يعني امور تانية راح تكون ضدك مش بس اشخاص ممكن تكون اه ظروف ممكن تكون تحديات. ولكن بيقولك خليك على نفس الطريق ورح توصل. في افق وبعيدة يعني في اه يعني الافق راح توصل لابعد نقطة يعني ممكن تتخيلها. فخلينا نكون نتفائلين هاي الفترة يا برج السرطان ونطول بالنا. برج السرطان هيك دايما بيفكر بالمثالية بالآآ انه يكون نامبر ون انه فبدنا شوي نص برعة بما نوصل لهاي المرحلة. لانا راح نوصلها راح نوصلها. بحكي عن حالك يعني برج السرطان. هون بشوفك عم بيزيد الوعي عندك زي ما قلنا قبل شوي حقائق شغلات غير هيك. عم بيزيد وعيك عم بتزيد الحكم عندك. في اشخاص تعطيهم حجم كبير الان عم بتحجمهم. في عندك كان مخاوف الان عم بتزول. فالوعي عندك كبر. او حتى في بعضكم عم يشتغل على موضوع الروحانيات. عم بشوفه بالمستقبل بيشتغل في هذا المجال بهذا الفيلد. او هو بيسعى بالمستقبل انه يشتغل في هذا الموضوع. او انه يوصل لهيك شي ورح يوصل مبين.